وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز جهود توطين الصناعة ونقل تكنولوجيا التطبيقية في مجال البصريات على نحو يساهم في استغلال المواد الخام المتوفرة محليا والحد من الاستراد وتوفير العملة الأجنبية كما وجه الرئيس السيسي بالاهتمام بشق التدريب والتأهيل العملي والفني في إطار التعاون مع الخبرات العالمية العريقة وذلك لإعداد كوادر بشرية رفيعة المستوى في تلك المجالات الدقيقة والمتخصصة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع اللواء أركان حرب طارق زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات واللواء طارق الخطيب مدير المشروعات بالشركة وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد استعراض المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة العربية العالمية للبصريات بالشراكة مع الخبرات العالمية العريقة في مجال تكنولوجيا البصريات والإلكترونيات وتطبيقاتها في الأنظمة الدفاعية